اهلا بكم في حلقة جديدة من الاسلام تحت المجهر النهاردة اهلا وسهلا لأول يا مارينة مسلم عليكي النهاردة الحلقة ستكون اسمها الاسلام والخمر استغفر الله العظيم انت ايه النهاردة الموضوع بتاع النهاردة الاسلام والخمر المسلمين مصدقين ان الخمر دي بقى حرام عندنا والكلام ده كله يعني هل ده كلام حقيقي ولا لا هم كتطبيق عملي هم عارفين انها حرام هم عارفين كده لكن في جوه وجوه الاسلام في صورة النهاردة 67 ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لا آية لقوم يعقلون دي قرآن استغفر الله تتخذون منه سكرا استغفر الله العظيم الخمر تتخذوها منه سكرا وتذكره كمان طب يمكن انتي بتفسر يا غلط طب انا نشوف ابن كسير بيقول ايه لما ذكر اللبن وانه تعالى جعله شرابا للناس اغن ثانا بذكر ما يتخذو الناس من الاشربة قال كمان الناس تتخذ من الاشربة ايه من سمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيز المسكر قبل تحريمه من النبيز المسكر وهذا امتنى به عليهم الله ده له مهدية امتنى به عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا دل على اباحته شرعا قبل تحريمه نشوف هو تحرم ولا لا ودل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل من البلح يعني كما هو مذهب مالك والشفعي وأحمد وجمهور العلماء وكذا حكم سائر الاشربة المتخذة من الحنطة والشعير والدرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك اذا بيقول ان الله قال انه عمل السكر من كل الأنواع دي اللي جاي من النخلة ومن العنب ومن بقيت الحاجات اللي ايه اللي تقالت طيب ليه عمل كده يعني ازاي لو هو حرام ليه كان حلله أصلا هو لو هو رجس الشيطان رجس من عمل الشيطان زي ما بيقول الله بيحل رجس الشيطان وله حتى اليوم واحد ولا دقيقة المفروض وبعدين هنا بيقول لك ايه دلع باحته شرعا يكب شربه عادي سكره عادي اه يعني شرعا الاسلام لما جيه شرع لهم انهم مش شربه عادي بالزبط ايه باحته شرعا سكرا كمان مش تشرب بصرا مش تشربوا حبه صغيرين لا ده بيذكره تتخذون منه سكرا سكرا ورزقا حسنا ورزقا حسنا وبعدين يروح يقول ايه وبيعه شوفي واخد بالك في البيع وبعدين بيقول لك ايه ان في ذلك لقاية لقاية لقوم يعقدون يعني بيشكر فيها دي الناس العقلة الناس العقلة اللي بتهد السكر وتبيع وتذكر اه يعني اللي بيع العقل ده لما نعرف السكران ده عقله بيطير لكن اللي يقول لك ده لقومين يعقلون ازاي تقول كده كاله يعني ازاي يعني تشكر في حاجة بعد كده كمان هيقول لك لا يعني ده مش قدي كده كوي بس كمبدأ بس لها اسباب كمبدأ يعني انت ازاي تشرع السكر وتجارة الخمرة اللي هو لعن الله حاملها وساقيها لا 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 حاملها مين يا ماما حاملها مين بيقول لك ورزقا حسنا حاجة جميلة يعني اه ده حاجب لكم كده يعني لقمة كويسة برد اه اه فضلي طيب ده في الاول خالص قال لهم انتوا سكروا وعملوا براحتكم وبيها واشتروا هنا بقى بيقول في سورة النسائي يا ايها الذين امنوا بعد ما لقيهم يعني طيحين فيها وشربين بقى وطينا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكرة حتى تعلموا ما تقولون ايه لا اخر الكلام ولا الجنب ولا الكلام ده طب يعني ايه لا تقربوا الصلاة وانتم سكرة قالك في القرطبي ان روى الترميزية عن علي بن ابي طالب قال صنع لنا عبدالله عبدالرحمن بن عوف طعاما ده صحاب ده صحاب فدعانا وسقانا من الخمر علي بن ابي طالب بيقول ان عبدالرحمن بن عوف صنع طعام ودعانا وسقانا من الخمر عمل لهم عزومة فاخذت الخمر مننا سكره وحضرت الصلاة فقدموني ده علي بن ابي طالب فقرأت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكرة ليه ليه بس عشان فيه سبب حتى تعلموا ما تقولون قال ابو عيسى هذا الحديث حسن صحيح يعني يقولك ان هما كانوا بيذكروا عادي خالص كده ويروحوا يصلوا ما شاء الله يعني هل ممكن ناس عقلة اصلا في اي دين في اي حاجة تسكر وتروح تصلي تروح الجامعة سكرانه طب اي عقل يعني مفيش ادراك خالص الكتاب المقدس يا مارينا قال السكرون لان هي لا يدخل من ملكوت طبعا ده قبل الاسلام خالص بكتير وحتى حتى العهد القديم والعهد الجديد بالزبط لا تنظر الخمر اذا احمرت اه في الامثال في سفر الامثال اه فانت فهي ايه فالخمر اصلا السكر والحاجات دي ممنوع السكر هما يقولك انت هتخذونها منهم سكران وروحوا يسكروا اه ويدخلوا بيت ربنا يصلوا يقفوا قدام ربنا سكرانين اه وبيقولوا لا تعلمه وبيقولك عشان للسبب الوحيد انت تعرف طب يعني انت لو سكران وعارف انت بتقول ايه تروح تصلي مثلا مثلا فازاي الدين من عند ربنا ييجي ويقول ايه لا تقربوا الصلاة وانتم سكران يعني انا حتى تعلموا يعني انا لو سكران وعارف انا بقول ايه وبعمل ايه وبشرب واسكر وروح اصلي عادي فهما بيقولك حجة ايه فرحة بيقولك ده بالتدريج لا اسكروا لا ما تروحش تصليوا وانتوا سكرانين بيدراجهم هل هل الخطيئة فيها تدريج طب انا عايزة انا نفسي حاسألهم السؤال ده طب لو هو الموضوع تدريج هل لما الواحد بيقولوا كده نوم كانوا بيشربوا خمرة كتير وبيش يعرف ايه وايه وايه والكلام ده فالله بيدراجهم عشان الادمان ومش الادمان طب لو انتوا جبتوا واحد بيسكر سكران من الشارع وخلته يسلم هنعمل ايه تقولوله طب شوية شوية ما تصليش وانت سكران ولا هتقولوله الخمرة حرام وخلص الموضوع صح يبقى موضوع ان بالتدريج دي دي ترقيعة صح دي اسمها ترقيعة شيوخ وطرقيعة مفسرين لكن هو الحقيقة هو ابحلهم القمرة اللي هم تتخذون منه سكران ورسكر حسنا لما غلط علي ابن ابي طالب يا دي الفضيحة اولاد ده الرجل بيقول كلام يعني انا نعبد ما تعبدون نعبد ما تعبدون نعم طب انا هحل المشكلة ايه لا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة ايه ده طيب بص يا مارينة البقرة 219 بتقول يسألونك عن الخمر ده دليل على انهم كانوا دمخهم شغالة في الموضوع يسألونك عن الخمر والميسر والامار قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك ويبين الله لكم الايات لعلكم تتفكروا جه بقى ابن كسير قالك ايه هم عملين ايه هم بيحبوا الخمر فبيسألوا ايه يلا بقى رسول الله يعني انت منعنا ان احنا نظلم يلا بقى ما سهلها لنا شوية قال الامام احمد ده فيه تفسير ابن كسير بيقول ايه عن ابي ميسرة عن عمر هنا انه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بيين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الاية التي في البقرة اللي انا قلتها دلوقتي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ده البيان الشافي كده لما يقولك فيه قل فيهما اسم كبير وما نفع للناس مثلا ده البيان الشافي مثلا ده مفوش بيان شافي خالص خالص مفيش ده بيقول له ده فيهم اسم كثير بس منافع للناس طي فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بيين لنا في الخمر بيانا شافيه مش راضي ايه بالحل الاولاني فنزلت الآية التي في النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة ما برضو فكان منادي رسول الله اذا اقام الصلاة نادى محدش يا شاب الخمر لا يقربنا الصلاة لا يقربنا الصلاة سكران يا جماعة يقف كده واحد منادي زي المسحراتي كده ولمحدش ييجي الصلاة وهو سكران ده حدة فده عمر فقرأت عليه تعالى عمر تعالى فقال اللهم باين لنا في الخمر بيانت شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدع عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل انتم منتهون نهاية الآية فهل انتم منتهون قال عمر انتهينا 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 يبقى عمر سبب الآية اللي فاتت دي انه ايه الآية اللي بتقول ايه بقى يسألونك عن الخمر فعمر الناس شوفي المفرقة ما بين دولة وده الناس المسلمين عايزين يشربوا خمر لانه هو منعهم وهم دخلين يصلوا عمر مش عايز مش عايز شوف خمر ما كانتش على هواء يمكن معرفش فعايز كل ما تيجي آية يقول لا عايزين حل عايزين حل لغاية لما جات الآية الأخيرة دي قالك انتهينا انتهينا حمد لله حمد لله جات على وده الدليل على انه عمر يتدخل في التشير بالتشير بايما دي مش أول مرة يتدخل بس في هنا سؤال بيقولك سأولك على الخمر والميصر كل فيه هما اسم كبير ومنافع الناس فالخمر احنا عارفين كمادة فيها منافع مش شرب وسكر لا يعني كمادة بتستخدم خميرة في الدواء في الجروح في حاجات كتير تطهير الجروح في أيام زمان كده طيب الميصر فيه ايه منافع اسكر خمس منافع للميصر بيبقى الراجل اللي بيلعب ومنافع خمس منافع للميصر منفعتين منفعتين الراجل اللي فاتح محل بيصر بيكسر والراجل اللي بيلعب ميصر هل دي هاي المنافع مثلا ازاي ربنا يقول على يعني خطيئة ولها بأمار فيها منافع للناس واسموهما اكبر من نفعهما انت انت شفاجئتيني بالسؤال بصراحة فاشكرت جدا انت شفاجئتيني لا الخمرة لها منافع ماشي ماشي معروفة لكن طب الميصر ايه الميصر ايه الامار خلينا نقولها كده الامار منافعه ايه تخرى بيوت الله مفيش حاجة اسمها منافع عشان كده انا بضحك يعني اذكر اذكر وريني منافع الميصر بفيش كلام فاضي كلام مكتوب كلام فاضي خلينا نشوف يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميصر والانصاب والازلام رشس من عمر الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون صورة المائدة ايه تسعين صورة المائدة بتسعين بتقول الخمر والميصر والانصاب والازلام رشس من عمر الشيطان فاشتنبوه طيب انا دلوقتي ليه مفيش تحريم يعني ليه اشتنبوه يعني اقولك محرم الخنزير على طول حرمت عليكم ميتة ولحم الخنزير انت مش محرم الخمر ليه يعني قولا واحدا ليه اكتنبوه ليه مش محرموه عشان يبقى في النص اه ماش عايز ايه الناس طيرا منه لان فيه اية مارينا بيقولك ان الاية اللي قبل كده اللي بيقول فيها سألونك عم الخمر الناس مهووس بالموضوع لا وكمان الرسول كان يوم بزله ويشرب اليوم الاول والتاني والتالت ويقولك اليوم التالت يرمي او يديل الخادم فبيقولك لا ده ما كانش نبي ده كان عصير عصير انت اي حاجة فيها سكر دي خمرة يعني تختمر على طول الخميرة الخميرة بتخمر او اي حاجة اعملوا منها بوزة اي حاجة فيها سكر سواء كانت عينب بلح مش عارفة سبيب الحاجات دي كلها مجرد انت بتسيبها يوم في الماية بتختمر فيها نسبة كحول خلاص فالرسول نفسه كان بيشر فيقولك ايه فاكتنبوه هل الاكتناب هو التحريم لأ طبعا التحريم يبقى واضح يعني واحد عنده السكر اقول له اكتنب السكر انا بحرم علي السكر لا انا بقول له اكتنب اه اه فهم يقال لك لا اكتناب يعني تحريم مين اللي قال الكلام ده وبعدين انت بتقول انه ركس من عمل الشيطان بالظبط انت حتطلهم ركس الشيطان ليه في الجنة وعمل انهار خمرة وغير كده ازاي بتحلل حاجة من الاول من ركس الشيطان اه اه وهي ركس من الشيطان اه ازاي الله والشيطان يتفقوا في عمل من اعماله بالظبط وإزاي إن هي يريجسم من أنا عمر الشيطان و считا أنهار خمرone هي أنهار خمره في الجنة يقولك خمره لا تذكر نحي ج ve c asuma خمره لا تذكر عصير يعني أصير أنهار عصير و esfuer هالعصير كان معروفا إيامه و يعني ده خمره مضروبه اللي فجلنا ديisy بخمره مضروبه هو يقول عصير هو يقول عصير ما يقوليش خمره خمره اختمرت بعدين اهنا نشوف سورة المئدة نزلت امتة سورة المئدة نزلت من موقع إسلام سؤال وجواب يقول كده قال الكورتبي أما الخمر فلم تحرم بعد إنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعت أحد يعني ثلاثة هجريا يعني بعد كم سنة؟ 15 سنة عادي بيشربوا 13 16 سنة 16 سنة بيشربوا خمرة من 23 يعني 16 من 23 24 سبعة سنين سبعة ست سنين قبل ما يموت يعني كارباع وخمر لما قالوا كيف فإنت دلوقتي بعد 16 سنة افتكرت إنها ركس ركس من عمر الشيطان وسحيح مسلم الرسول كان ينبذ له بالزبط كان ينبذ له فيش حاجة اسمها اليوم الثالث كان بيديه للخدام يشربوه طب والخدم يشرب الحاجة يشرب الخمرة بس هو الرسول ما يشربش لأ يعني هما بيقولوا اليوم الثالث مش بتبقى يعني خبرة ما تذكر طب انت بتديها للخدم للمسلم اللي معاك بيشربه له احنا النهاردة يعني ايه شفنا الخبرة في الإسلام بالزبط أنا بشكرك جدا يا مارينا ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة